المترجم للقناة في فصل الصيف وأرجع ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجو عدم الانتظام في عمل الهرمونات في الجسم وارتفاع حرارة الأرض وتراجع كفاءة عمل الدورة الدموية وأوضح أن العلاج بالطب التجنوسي لهذه الحالة خاصة الأوردة يتلخص في أخذ قرص من عقار فيبورا في الصباح وآخر في المساء لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 يوم وهذا بعد مراجعة طبيبك أما بالنسبة للعلاج بالنباتات الطبيعية فقد أوضح بريه أن الكستناء أبو فروى الهندي من أفضل علاجات الأوردة إلى جانب الحصول على عنصري المنغنيز والكوبلت لعلاج الأوردة الدموية مؤكدا أن هذه العناصر يتم الحصول عليها في صورة حقا في الصباح وأخيرا نصح طبيب الفرنسي باستخدام زيت النعناع في تدليك السقين والركبة مع الضغط بأطراف الأصابع أثناء تدليك لتحسين وظاف الدورة الدموية في السيقان هل كنت على علم بهذه المعلومات؟ أخبرنا في التعليقات ونشكركم على المتابعة